السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازيكم يا حبيبه عاملين ايه؟ النهاردة بقى ان شاء الله هنعمل مع بعض احسن وصفة وازهل اكلة اقتصادية وموفرة للوقت والمجهود يعني طبعا اوقات كتير كده بنبقى تعبنين ومش قادرين نعمل اكلة يعني بياخد مننا وقت ومجهود وكمان اوقات كتير الحر والبهدلة اللي احنا فيها زي اليومين دول كده محتاجين حاجة سهلة وسريعة تنجز معي الوقت على طول طبعا مش هنلاقي احسن من الاكلة الاقتصادية السهلة الجميلة دي يعني بطاة ستين اتنين وتماطمتين واي شوية رز موجودين عندك اعملي بقى احلى صانية هتكلي منها مش هتشبعي طعم وريحة جنان اتمنى طبعا ان انتوا تشوفوا الطريقة للنهاية وتقولولي رأيكم فيها نبدأ كده على طول ونسمي ونصلي على الرسول ونقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد اول حاجة هحتاج معي كيلو من الرز طبعا غسلته كويس وجبته على طول يعني غسلته ما نقعتوش ابتدت كده كبيته في قلب الطاصة بتاعتي وجبت كمان بصلايا كبيرة وابتدت اقطحها بالشكل ده اقطحها كده مكعبات صغيرة احسن اكلة ممكن تجربيها من غير ما تاخد معاك وقت ومن غير مكونات كتير ومن غير اي كمان بهدلة حوالينا يعني كل حاجة هنعملها النهاردة في الطاصة بتاعتنا دي او الصانية بتاعتنا دي واحتاج كمان معايا بطاطستين اتنين مقطعاهم مكعبات صغيرين كده وهحتاج كمان نص كيلو من التماطم المعصورة طبعا تماطم في رشد ربتها في الخلاط وصفتها كويس وجبت حطتها كده على البطاطس والرز بتاعنا وكمان معايا معلقة سمنة كبيرة ومعلقة زيت زيها وهنبهرهم هنا بملح وفلفل ودفت عليهم معلقة كبيرة من المرأة الفورية ونقدر نستبدلها بالمكعبات بالمرأة المكعبات العادية اللي احنا عارفنا وهبتدي اقلب كل المكونات بتاعت كده في بعض ومعايا كمان حوالي نص كبيرة من المية مية العادية من الحنفية مش مية مغلية ولا اي حاجة خالص طبعا هقلب كده بحيث ادوب الملح بتاعي يبقى كل الخليط بتاع حدق واحد واظبط الحدق اللي نسبني هعمله جبت بقى كمية المية بتاعتي وهبتديت حطتها طبعا كمية المية هترجع للرز اللي احنا مستخدمينه وكمان هي هي نفس طريقة الرز اللي احنا بنعمله على البتجاز بس هنقلل شوية بحيث البطاطس بتاخد مساحة عن ما نكون بنعمل رز بس فمش هحط كمية مية كتير خلاص كده انا زبطت الحدق بتاعي بتاديت هضيف شوية ملح كمان لحد ما ازبط الحدق اللي انا عايزاه خلاص في الوقت ده كده اكدت ان الحدق بتاعي تمام هبتدي اخده وادخله الفرن طبعا هندخل الفرن سوا سهل جدا وما بياخدش اي وقت خالص هحطه كده على الشبكة في الفرن يعني هنزل الشبكة تحت وهبتدي وحطه طبعا عشان نتأكد من كمية المية اللي احنا حطنها احنا على طول ما بنيجي نعمل رزة على البتجاز ببتدي احط المعلقة كده وتأكد كمية المية اللي فوق الرزة قد ايه حوالي عقلة صابع من صابعنا كده يعني يبقى ارتفاع المية على الرزة طبعا دي في بطاطس فبنقلل شوية صغيرين زي ما انا عملت بحرف المعلقة كده اشوف المساحة قد ايه ابتديت حطته كده على الارضية الاول حوالي خمس دقايق طبعا الارضية حمية جدا وابتديت بعد كده رفعته تاني على الشبكة زي ما انا قلت يعني احنا في الرزة العادي ما بنيجي نعمله على البتجاز بنبتدي ونعلع عليه من البداية وبعدين بنوطي انا هنا دلوقتي بحطه تحت عشان يبقى عالي خالص وبعدين مدى الموطي ارفع الصانية بتاعتي على الشبكة وخلاص بتستوي وبتتحمل وشها وبيبقى بالشكل الجميل ده ورحته خطيرة بجد رحته جنان وبتقلي بالمكان اتمنى ان انتوا تجربوها يعني احسن اكلة اقتصادية ممكن تعملوها ومبارن هي اقتصادية كمان يعني تعمها حلو تعمها جميل مع شوية مخلل بقى لمون مع اصفر اتمنى طبعا انتوا تجربوا الاكلة دي بتريقتي وتقولولو رأيكو فيها والرزة مفلفل وجميل جدا يعني تعم وريحة من غير مكونات ومن غير وقف اطلا في المطبخ كده طبعا احنا بنعمل اكلات سهلة وسريعة بحيث حاجة تنفعنا كده في الايام الحر دي واوقات ان احنا مش عايزين نقف في المطبخ كتير وطبعا اوقات كتير بتيجا علينا مشغلين ومش فاضيين فبنتطر نعمل كده اي وجبة سهلة وسريعة وطعموها كمان جميل اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولولي رأيكو فيها وطبعا بحب واشكركم على وقفتكم جنبي ودعموكم ليا وطبعا ما تأخذونيش على التأثير في الفيديوهات الايام اللي فاتت ان شاء الله تتحسن وعرف اصبت معاكم الدنيا تاني ونرجع تاني الفيديوهاتنا بتاعت يوم ويوم وان شاء الله ربنا هيصلح حالنا ونستمر على كده وبكده بقى اكون خلصت وصفة النهار ده واشوفكم بقى فيديو جديد مع السلامة